لفت نظري أيضاً من خلال استعراض الماشتات تقريباً أغلب الصحف حرصت في الصفحة الأولى أنها تتكلم عن قضية الاتحاد أو حتى خلينا أقول لك استقبال لاعب الاتحاد للكبتن وساما المولد ممكن أن نعلق عليها بشكل سريع كيف ترى هذه الخطوة الاتحادية؟ طبعاً الكبتن وساما المولد أكيد أحد أبناء النادي ومن اللعب المحبوبين أنا برضو للاحظت أمس يمكن الكبتن الكبير محمد نور يبارك وهذه الخطوة وتمنى التوفيق لها فأعتقد أن الكبتن وساما من اللاعبين اللي ممكن يكونون قريبين من اللاعبين ودائماً مدير الكورة أو أي شخصية تكون في الفريق أو قريبة من اللاعبين لابد أن تكون شخصية محبوبة لما تكون شخصية تصادمية أو شخصية غير مرغوبة هنا لن ينجح الشخص لكن الكبتن وساما المولد أعتقد من الناس اللي يعني عاش في نادي الاتحاد سنوات كثيرة يعني عاصر جميع الانجازات وبالذات الفترة الذهبية اللي كانت أيام السادة منصور بلوي خاصة في كاس العالم وكذا فكان يعني عاصر جميع الانجازات التحادية الأخيرة فأعتقد أن مسألة نجاحها بإذن الله راح تكون مسألة وقت لزي ما ذكرت قربة ويعني حب اللاعبين له كان في صدمن الشارع الاتحادي بعد المبارات الأولى الجولة الأولى ما في شك يعني طبعاً نبارك النادي الباطن نادي الكبير ونادي يستحق الفوز خاصة على الأداء الذي قدمه لكن في نادي زي نادي الاتحاد بتاريخه وبجمهوره وبنجومه يقدم هذا المستوى ويخسر على أرضه وأمام جمهوره أعتقد الأمر كان صدمة كبيرة جداً للاتحاد لأنه أساساً كانوا متأملين ودائماً نعرف سيد بندر الفرق اللي تبحث على المنافسة لابد أن تحرص على جميع النقاط خاصة أمام الفرق الغير منافسة مع كامل احترام الباطن وبالذات أيضاً لما تكون على أرضك وافتتاحية فأعتقد المبارات كانت ضربة قاصمة الاتحاد لكن من الممكن يتجاوزها إن شاء الله في قادمة الأيام نعم